بصي بقى ولا تقولي لي بروتين ولا كرياتين انسي شارك المجاعد مع حمام كريم أمالفي من أول استخدامه السلام عليكم أهلا بكم في رفيو جديد أنا ميوش قناة تجربة وافتكاسة اللي هي أصلا كانت افتكاسات رفيوهات ميوش أنا عارفة أن أنا عادت فترة طويلة معمش لكم رفيوهات ولا أي افتكاسات خلص طبعا لأن أنا كان عندي إحباط شديد جدا من اليوتيوب لا في مشاهدات ولا في أرباح ولا في أي حاجة خالص فقررت أن أنا وقف كل حاجة وخلاص ولا يعدمي بس في ناس كتير زالت مني وبدأت أنها تطلب مني أن أنا أعمل رجوات عن حاجات معينة كمان بدأت أنها تبدأ أنها تسألني أسئلة كتير وده بدأ أنه هو يزع عنهم فقررت أن أنا أرجع تاني وأرجع لكم بقى بالمفيد وجديد وقررت أن أول حاجة أعمل لكم عنها رفيو كان كريم حلو جدا وكان كلكم برضو شكرته في المجموعة بتاعته كنت أنا استخدمت الشامب والبلسم بتاعه كان أمالفي أنا استخدمت الشامب والبلسم أيام ما كنت عاملة بروتين أنا كنت عملت طبعا عنه رفيو قبل كده أيام ما كنت عاملة بروتين وفي ناس كتير جربته بعد ما أنا عملت الريفيو وطلع حلو جدا جدا وحبوه وبدأ يكتبولي في التعليقات وبدأ يشكروني جدا فقررت بقى أن أنا أول حاجة أن أنا أرجع لكم بيها هي حمام الكريم بتاعه بما أن الشامب والبلسم عجبكو كده فأنا قررت أن أنا أستخدم حمام الكريم بصراحة أنا أتصدمت من النتيجة يعني من أول استخدام فعلا من أول استخدام هو على فكرة كمان بيستخدها من النوعين السيدات والرجال والذات بقى للناس اللي شعرها مجعب دي مجموعة أسبانية يعني كرياتين زيرو فورمالين يعني علاج كامل شعر من فرد من أول استخدام مع تنعيم كمان بيقضي على الهيشان والتقصف والتساقط يعني التساقط هيقف بجد كمان بيزود الكسافة بتاعت شعر المجموعة مكونة من شامبو وبلسم وحمام كريم بخلاصة الكرياتين الطبيعي والشاي الأخضر الشاي الأخضر اللي معروف بمدى فوائده لمسام الفروة الدهنية وتقليل الدهون بشكل متوازن يعني على الشعر عشان يبقى شعر في توازن لا هو جاف ولا هو دهني وبيلمعه بيبقى قوي أكيد طبعا التقصف والهيشان اللي بيبقى موجود في شعرك ده بيبقى دليل على وجود مشكلة في جزوره يعني مش هتتحل إلا باستخدام ميقى مشت يعني مش بمجرد استخدام أي مرطب عادي أو أي كريم وخلاص يعني عشان تحليها لا استخدامي شامبو وبلسم يكون بالكرياتين الطبيعي عشان تعالجي شعرك مش تضريه أكتر يعني كمان تقدري تستخدميه وتستخدمي المجموعة كلها لو عامنا شعرك كرياتين أو بروتين أو للشعر العادي يعني سواء عاملة بروتين أو مش عاملة بروتين هيديك نتيجة حلوة جدا يعني بتقدري تحفظي على شعرك وتعالجيه باستخدام مجموعة أمالفي لأنها مواد طبيعية على الفكرة كمان أنا أصحح لكم المجموعة بتاعة أمالفي منتجات كرياتين مش منتجات بالكرياتين في فرق أنت كمان ممكن على فكرة يعني تستخدمي معايا أي نوع شامبو عادي يعني أنا كنت جبت قبل كده شامبو منك لما الشامبو بتاعي البروتين اللي عندي خلص وطبعا كده كده البروتين اللي كان موجود في الشعر خلاص راح يعني فأنا قلت يعني أكيد مش لها لازم أن أنا أستخدم شامبو بتاع المجموعة بتاعة البروتين فجبت شامبو منك حسيت أنه بينشف الشعر شوي شامبو منك ده بزيت جوز الهند وزيت الكاكاو صارو كان رخيص جدا يعني كان حوالي 30 جنيه بس عشان حسيت أنه بينشف الشعر شوي طيب أنا مش أساسي يعني أن أنا أستخدم حاجة بروتين فقلت لا يبقى ميا ميا كده أنا لها كده يبقى دوت لازم أستخدم معاه حمامي كريم دوت عشان الشعر ما يبقاش نشف طبعا ده يضر الشعر عشان برضو أنا ما أضر الشعر يوم بس برضو حبيت أغير لإني كمان أنا بحب أغير على طول الشامبوات وفي نفس الوقت لإني ده بينشف الشعر في حبيت إن أنا أجيب حاجة أفضل شوية يعني فقررت إن أنا أجيب شيروسة شيروسة ده ببروتينات الأمح وهم بجد وهم هبقى أعملكو عنه روفيو إن شاء الله يعني أستنوا الوفيو إن شاء الله أنا جربته يعني هو بصراحة من غير الحمامي الكريم تحفاه كإني أصلا مستخدمة شامبو وبلسام حاسيزين ده اللي اتنين مع بعض بيخلي فيه لامعة كده في الشعر بيخلي الشعر ناعم ما فيش تشابك تقدر تسابحيه فيه ناس بقى بتخالط معها الأمور يعني في طريقة استخدام من الشامبو والشامبو وحمام الكريم يعني الشامبو ضروري تحطيه على فروة الراس تدليك كويس عشان تشيلي أي دهون من الشعر أما بالنسبة لحمام الكريم ما بيشتريتش إن أنت تحطيه على فروة الراس يعني بالبالعكس أنت بتحطيه على أطراف الشعر بس طيب إيه هي طريقة بقى الاستخدام بصوا الأولى للكو أنا من كتر حبي فيه أنا مش قادر للكو أنا تقريبا كالتو خلصتو ريحتو لوحدها تحفى بقيتك ليه بصوا أول ده شكله أهو المجموعة كلها على بعضها بصراحة ريحتها حلوة جدا حتى وانت يمشي كده ريحت شعرك بتهافها في كده طريقة استخدام الكريم إزاي بقى؟ أول حاجة لازم شعرك يكون مبلول ومرتب بعد كده حطيه على أطراف الشعر سيبيه حوالي خمس دقايق بس بعد كده اغسليه بمية بس مية كتير عشان ما تسيبيش أي بواقي أو أي رواسب والرواسب دي طبعا بواقي بتاع الحمام الكريم دي بتعمل إشغر وكمان على فكرة في تحذير إن هو ما بيستخدمش للأطفال أقل من ثلاث سنوات سعر المجموعة مية وتمانين جنيه يعني الشامبو كان بتسعين والبلسم كان بسعين بس ده برضو على فكرة من فاترة طويلة يعني حمام الكريم ده أنا كنت جايباه من حوالي شهرين أو أكتر كان بخمسة وستعين جنيه بس أنا لسه شائفاء حالا على نون بمتين واثناشر جنيه وكمان على أمازون كان بمية وثلاثر جنيه انتونسيت تحطوا اللايك ياريت بقى متنسوش تحطوا اللايك ولو عجبكم الروفيو بتاعي استنون إن شاء الله في الروفيو جديد ويتحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الروفيوهات الجديدة على السلام